اشتركوا في القناة ومنها الضعيف ومنها الموضوع ومنها المنكر والتي بمجرد سماعها من العام تنتشر كالنار في الهشيم دون تحقق من مصدرها لذا علينا الحذر والحيطة عند نقل الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا تجنب وتجنيب الناس كل ما هو ضعيف وموضوع ولم يثبت بكتاب او سنة او دليل واضح عن الله ورسوله ونظرا لعظم شأن واهمية الشخصية التي سنتحدث عنها اليوم فتعالوا بنا لنعيش لحظات ولادة اعظم انسان عرفه الوجود ولنكشف لكم القصة الحقيقية لولادته صلى الله عليه وسلم ومن هن النساء التي تشرفن بتلك اللحظة المباركة ولنوضح مدى التعارض بين الروايات من احاديث وقصص عن ذلك اليوم المبارك انها لحظات ولادة خير خلق الله وخاتم انبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلومة من التاريخ الاسلامي لحظات الميلاد لحظات لا تنسى بل يحفر التاريخ ذكراها في نفس وعقل وقلب كل من عايشها وفي يقيني ويقين كل مسلم ان كل من شهد لحظات ميلاد خير البرية صلى الله عليه وسلم عاش باجمل لحظات حياته فقد ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل وكانت الارض في هذا اليوم على موعد مع ميلاد نبي الرحمة والرسول الكريم وخاتم النبيين وأشرف المرسلين وأكرم الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ورد أن السيدة آمنة رضي الله عنها قالت لما حملت به لم أشعر بالحمل ولم يصبني ما يصيب النساء من ثقل الحمل فرأيت في منامي كأن آت أتاني وقال لي قد حملت بخير الأنام وقد وردت روايات تتحدث عن من حضر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم من النساء وتذكر أن سيدة مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون والسيدة هاجر حضرن ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع آمنة وكن يساعدنها حيث تقول الرواية فلما جاء وقت ولادته صلى الله عليه وسلم قالت أمه رضي الله عنها خف علي ذلك حتى وضعته وهو يتق الأرض بيديه وركبتيه وسمعت قائلا يقول وضعت خير البشر فعوزيه بالواحد الصمدي من شر كل حاسد وعندما جاءتها آلام المخاض كانت وحيدة ليس معها أحد شعرت بنور كبير يخرج منها ينير الغرفة التي كانت فيها وكأن معها جمعا من النساء في الغرفة فشعرت بوجود مريم ابنة عمران وآسية زوجة فرعون والسيدة هاجر كلهن حولها وتزايد النور شيئا فشيئا حتى شعرت أن النجوم تسقط عليها وقالت والله ما رأيت من حمل قط كان أخفى ولا أيصر منه وسمعت في الضوء قائل يقول إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمد وقد ذكر العلماء أن تلك الرواية موضوعة وقال البعض هذا خبر واهي وقال ابن كثير غريب جدا وإذا كانت تلك الرواية التي ذكرناها قد ضعفها العلماء ومنهم من أنكرها فما هي الرواية التي قيل بصحتها في من حضر مولده صلى الله عليه وسلم ومن هن النساء وما هي أسماؤهن وكيف مستهم بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى غيرت حالهن فقد ذكرت الدكتورة إلهام شهين أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وقد بحثت عن النساء التي شهدن مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم فوجدتهن أربع نساء حضروا مولد النبي صلى الله عليه وسلم أما عن تلك النساء وهن أم أيمن أم الصحابي الجليل أسامة بن زيد والشفاء أم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف وفاطمة أم صحابي الجليل عثمان بن أبي العاص وثويبة عبدة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم فأما أم أيمن فهي من المال والميراث الذي تركه أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطالب قبل موته فقد ترك عبد الله وراءه خمسة أجمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن وهي التي تزوج منها فيما بعد زيد بن حارثة مولى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنجب منها أسامة بن زيد قائد جيوش المسلمين إلى الروم وأما الشفاء التي حضرت ولادته صلى الله عليه وسلم بل كانت القابلة التي تلقفته بيدها وتولت ولادته رضي الله عنها فهي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف حيث كانت ولادته صلى الله عليه وسلم في مكة في شعب أبي طالب في الدار التي صارت تعرف بدار بن يوسف وكانت الشفاء من المهاجرات وجاءت فيها سنة العتاقة عن الميت أما المرأة الثالثة فكانت فاطمة بنت عبد الله السقفية صحابية جليلة من ثقيف شهدت ولادة آمنة لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وفاطمة هي والدة الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص الذي يروي عن أمه تلك اللحظات الجميلة حيث يقول أخبرتني أمي قالت شهدت آمنة لما ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ضربها المخاض نظرت إلى النجوم تدلى حيث إني أقول لتقعن علي فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت الذي نحن فيه والدار فما شيء أنظر إليه إلا نور وقد ذكر ذلك في المعجم الكبير للطبرانية وأما عن المرأة الرابعة التي حضرت ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم حضرت ولادته وكانت أول من أرضعته بعد أمه آمنة رضي الله عنهن وتولت إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر اعتقها أبو لهب حين بشرته بولادة محمد صلى الله عليه وسلم وقد أرضعت ثويبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عمه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة بن عبد الأسد المخزومية ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم أمه من الرضاعة ثويبة ويبعث لها بكسوة وحلة حتى ماتت في السنة السابعة للهجرة وقد أسلم وهاجر جميع النساء التي حضرن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأما عن البركة التي أصابتهن بمشهد ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامهن له فتكمل الكاتبة البحث وتقول وفتح لهن باب رزق كبير ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأم أيمن كانت عبدة حبشية وأنجبت قائدا من أكبر قادة الجيوش الإسلامية وهو أسامة بن زيد أما عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين بالجنة وأغنى أغنياء المسلمين وأما فاطمة فأنجبت عثمان بن أبي العاص وأسلم وصار من أكثر الصحابة علما وأما ثويبة فكانت عبدة لأبي لهب وصارت حرة بعدما أعتقها أبو لهب عندما بشرته بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل ذلك من بركات النبي صلوات ربي وسلامه عليه في يوم مولده وفي كل وقت وحين فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم دمتم في رعاية الله وأمنه